اشتركوا في القناة هذه الدورة المباركة التي تقيمها أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم والتي بعنوان فقه الصيام وما يستتبعه هذه المحاضرة هي الرابعة بعد العشر الأولى والتي نواصل في الحديث حول خصائص شهر رمضان خصائص شهر رمضان في المحاضرة السابقة ذكرت من هذه الخصائص ست خصائص ست خصائص مشروعية التهنية يتوفر المسلمين أسباب الرحمة ومجبات المغفرة اجتماع الشفعاء في وقت واحد اجتماع أكثر من مصدر للشرف للمؤمن والصيام والقيام ودي كانت ست خصائص لشهر رمضان الجديد في هذه المحاضرة من هذه الخصائص أنه من خصائص رمضان أنه يسن فيه أن يكون القيام في جماعة أن يكون القيام فيه في جماعة مع الإمام هذا دليله أنه قد ثبت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقد صلى الرسول بأصحابه ثلاث ليالي صلى الرسول بأصحابه ثلاث ليالي ثم تركه وقال إنه تركه خوفا من أن يفرض على الأمة وبقي الناس يصلون أوزاعا أي متفرقين الرجل وحدة والرجل مع الرجلين وكذا حتى كانت زمن سيدنا عمر فرأى أن يجمع الناس على إمام فأمر رجلين أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة إذن الجماعة في صلاة القيام في رمضان سنة كانت موجودة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تركت خشة أن تفرض فلما أمن الفرض سيدنا عمر أعادها من جديد والحديث في الصحيح عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس يصلون في مسجد رسول الله في رمضان أو زاعة صلى الله عليه وسلم يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة الخمسة أو ستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلته فخرج إليه رسول الله بعد أن صلى العشاء الآخرة وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخصا نبي صلى الله عليه وسلم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية فسمع المسلمون قراءته عليه الصلاة والسلام هو صلى في الداخل قالت فاكتمع إليه من في المسجد كل مسجد عرف رسول بيصلي فاكتمع إليه فاكتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله ليلة طويلة والناس يؤتمون به من وراء الحجرة وفي رواية فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصيرة على حاله فأصبح الناس فتحدثوا انتشر الخبر بذلك فقام الليلة الثانية فاكتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثروا أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله امتلأ المسجد تماما عجز المسجد عن أهلهم فصلى بهم رسول الله العشاء الآخرة ثم دخل بيته صلى العشاء ورح داخل بيته وثبت الناس فاطلع عليهم رسول الله فقال لي الرسول بيسا سيدة عائشة ما شأن الناس يا عائشة فقلت له رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم فقال اطوي عنا حصيرك يا عائشة اطوي الفرشة لي اطوي عنا حصيرك قالت ففعلته وبات رسول الله غير غافل خلي بالك لا غير غافل يعني فظنوا أنه قد نام فجعل الناس ينادونه الصلاة الصلاة وجعل بعضهم يتنحن يتنحن ليخرج إليهم رسول الله وحصبوا بابه رموا الباب الحصب فلم يخرج حتى خرج لصرصر كل ذا الرسول يعني غير غافل غير نايم سمع النحنحة وسمع ضرب الحصر على الباب خرج لصرصر الصبح فقال له عمر القطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله فقال أما إنه لم يخف علي أمرهم أنا مش خاف علي ولكني خشيت أن تكتب عليهم صلاة الليلة فلما صلى رسول الله صلاة الفجر سلم ثم قام في الناس فتشهد ثم قال أما بعد أيها الناس أما والله ما بدت ليلتي هذه بحمد الله غافلا أنا ما غفلتش ولا خفي علي مكانكم قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلوا عليها عليه الصلاة والسلام حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم صلاة الليلة خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليلة فتعجزوا عنها وفي رواية مثل في الحج برضو لما أحد الصحابة سأل رسول عليه الصلاة والسلام لما رسول قال قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحجة فحجه قد فرض الله عليكم الحجة فحجه فسأله أهل صاحبه أكل عامل رسول الله سكد رسول الله أكل عامل رسول الله سكد رسول الله في المرة الثلاثة قال لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم شوف تشريع شوف النبي مشرع صلوة الله والسلام عليهم قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيتوا أن تفرض عليكم صلاة الليلة فتعجزوا عنها وفي رواية إنه لم يمنعني أن أنزل إليكم إلا مخافة أن يفترض عليكم قيام هذا الشهر ولو كتب عليكم ما قمتم به فاكلفوا من العمل ما تطيقون وفي رواية خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يملوا حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم علي صاحبه وإن قل وصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة صلاة الخمس قالت ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه يعني دوموا عليهم ولذلك يقول تعالى كما قال أبو سلم يقول الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون دائمون يعني الفريضة أو لنفلم وفي الحديث جوازوا مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على مصليون نحوهم ولم يتخذوا دائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها ما كان كده خاص يبوي يصلي فيه وينحيها بالنهار ويبسطها ثم تركه النبي بالليل والنهار وعاد إلى صلاة في البيت وفي الحديث أيضا جواز النافلة في المسجد وجواز الجماعة في غير المكتوبة وده محل الشيء في الحديث وجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإقامة لأن الصحابة شافوا الرسول من وراء الجدار وهو فرش حساب صلى عليها فدخلوا صلى وراهم بشرة بدون ما يكون هو نوى الجماعة أصلا وفيه أيضا ترك بعض المصالح خوف المفسدة أن تكون أعظم وفيه بيان ما كان النبي عليه من الشفقة بالأمة ومراعاة المصالحها وأنه ينبغي لولاة الأمور لولاة الأمور وكبار النسوى المتبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ترك ما يكون فيه مشقة على الرعية وفيه صعوبة عليهم دي الخصيصة السابعة من خصائص يعني شهر رمضان أنه يسن الجماعة في صلاة القيم فيه خصيصة الخصيصة الثامنة من خصائص شهر رمضان أن من مات والصيام عموما من مات على صيام مفروض حتى أو مستحب ختم له به دخل الجنة من مات وصاهم أن مات وصاهم أو أفطر وبعدما أفطر من الصيام في معاد الإفطار ومعاد إنهاء الإمساك ومات بعد ذلك هذا يختم له بهذا العمل الصلاة يدخل الجنة في الحديث الصحيح من صام يوما ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله لا يصم رجيم ولا يصم ضايت ولا يصم عسنين خفر الوزن لا ابتغاء وجه الله وذلك قلنا في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته ابتغاء مرضاته من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة دخل الجنة ولذلك في الحديث الصحيح أيضا هذا طبعا نص في المسألة نص في المسألة ولا عطر بعد عروس لكن من يشهد لهذا المعنى عموم الأحاديث الوردة في هذا المقام يقول الرسول صلواته الله وسلامه عليه إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عسله يا رب يا رب عسله ما معنى عسله ورواية استعمله قالوا كيف يستعمله رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه يوفق العمل صالح ثم يقبض عليه والعبرة بالخواتيم الحديث يقول الصحيح أنما الأعماره بالخواتيم يستعمله يوفقه عم صالح ويقبض روح عليه فيبعث يوم القيامة ولذلك أحد الصحابه لتوفه ومحرم ومحرم وإحرام الرجل يعني يمنع أن يغطي رأسه ويمنع أن يغطي وجهه ولذلك الرسول لما توفي أحد الصحابه ومحرم قال يعني كفنوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية يوم القيامة يخرج بما لبس الإحرام ويلبيك اللهم لبيك فيكون ذلك علامة له على أنه توفي على هذا الحال الصالح وهو يعني يؤدي مناسك الحق أو يؤدي مناسك العمرة يبقى دي الخصيصة الثامنة من خصائص الصيام عموما أن من مات على صيام وختم له به يعني مات في أثناء الصيام نهار الصيام وقبل انتهاء الإمساك وقبل الإفطار أو أفطر ثم مات وكان هذا آخر عمل قام به هذا يعني يدخل الجنة إن شاء الله وتعالى الخصيصة التاسعة من خصائص شهر رمضان إن شهر البركة شهر البركة ولذلك الرسول قدمه لأمتي على أنه شهر البركة وذلك في الحل الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان شهر بركة شهر بركة شهر بركة وخير يغشاكم الله تعالى فيه بتنزيل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيباهي بكم ملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل شهر البركة ما هي البركة؟ بشأن نفهم المعاني يعني حتى أنت لما تمر على أخيك في الطريق ولا أدخل عليكم المجلس الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما معنى البركة؟ البركة لها معنى هنا في أصل اللغة المعنى الأولاني ثبوت الخير ودوامه دوام الخير والمعنى الثاني زيادته يبقى إذن عندما تسلم على أخيك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تدعو له إضافة إلى السلامة فالسلام من السلامة والرحمة واضح أما البركة فيتدعو له بدوام الخير اللي فيه وأنه كذلك يزيده الله تعالى من هذا الخير يبقى البركة ثبات الخير وزيادته وعلى هذا رمضان شهر بركة فيه خير وهذا الخير يثبت وثابت ودائم ويزداد وذلك حاليس هنا بيّنه من أوجه البركة نزول الرحمة حط الخطايا استجابة الدعاء أن فيه مجل التنافس والسباق كما سنقول في خصيصة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى الخصيصة العاشرة من خصائص شهر رمضان خصوصا أن أبرك بركاته نزول القرآن حتى الكتب السماوية الكتب السماوية التي نزل قبل القرآن نزلت كذلك في شهر رمضان أما دليل نزول القرآن في رمضان خاصة قوله تعالى في الآية الشهيرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنزل فيه القرآن أنزل والكتب السماوية قبل القرآن نزلت كذلك في شهر رمضان في الحديث الصحيح أرجو أحباء المشاهدين في الدورة والمشاهدين لها مسجلة إن شاء الله سبحانه وتعالى أحرص على ما أورد من أحاديث أدل على المعاني والحقاق أن تكون صحيحة إما في كتب الصحة أو في الأحاديث التي شاهد لها علماء الجرح والتعذيل ومصالح الحديث كالإمام الألباني وشيخ شعيم الأرنقوتي وشيخ ماتشاكر عليهم سحائب الرحمة قالوا وحكموا على الحديث بصحتي بعد دراستهم بلسانه دي ومتنه عن وائلة بن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان طيب الحديث بيقول أن الكتب دي كذلك نزل في رمضان لكن هل نحن بيحاجة على هذه الكتب بجانب القرآن لا ففي القرآن كفايتنا وفي القرآن غناؤنا ولذلك يقول تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم أولم يكفيهم استفهام تقريري يعني يجب أني كنت تقرر أن القرآن الكريم يكفي تقر بذلك أولم يكفيهم استفهام إنكاري تسألوا واحد تقول له واحد أعطيته مثلا إيه أعطيته كتاب تقول له أولم أعطيك الكتاب كذا أنت لا تستفهم منه على ظهر الاستفهام إنما تريد أن تقرر بأنك أعطيك هكذا يقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم ولذلك يعني لا يجوز لمسلم أن يقرأ مع القرآن الكريم الكتب اللي نزلت قبل ذلك لأنها حرفت وزيفت وزورت وغيرت ولذلك يقول تعالى الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون الكتاب ويعفو عن كثير يعني بدلوها وزوروها يعني وهكذا لكن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لولا حفظون قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الذين حكيم الخبير قال فيه عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نهاردة عام اليوم عام الهجري العام الهجري 1444 هجرية منذ هذه السن كلها والقرآن مقود محفوظ بحفظ الله لوعد الله الذي لا يتخلف سبحانه وتعالى لكن إنزال القرآن في شهر رمضان ما الدليل؟ قلنا آية شهر رمضان وآية ثاني أخرى آية ثاني الأولى في سورة الدخان يقول تعالى حميم والكتاب أبين إنا أنزلناه أنزلناه في ليلة مباركة والآية الثالثة اللي يدل على أنه نزل كله جملة واحدة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى هذه آيات ثلاث شهر رمضان مباركة سورة القدر أنزلناه في ليلة القدر تدل على نوع معين من أنواع إنزال القرآن الكريم وهو النزول جملة واحدة منين؟ من أين إلى أين؟ النزول طبعا يعني إيه؟ انتقال من أعلى إلى أسفل نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت في سماء الدنيا يسمى بيت العز في السماء الدنيا جملة واحدة وبعدين النزول الثاني نزل بقى مفرقة منجمة موزعا حسب الحوادث والمناسبات والمواقف وذلك منه المكي ومنه المدني ومنه ما قبل الهجرة ومنه ما بعد الهجرة ومنه الصيف ومنه الشتاء وكذا ومنه ما نزل في الحضر ومنه ما نزل في السفر ولذلك الله تعالى ذكر يعني للقرآن الكريم النزول الثاني دي اللي هو مفرق وموزع الكفار لما رأوا والمشركون في مكة لما رأوا القرآن منزل موزع مفرق يعني في الصيف وفي الشتاء وفي الليل وفي النهار وفي مكة وفي المدينة وفي الصفر وفي الحذر اسمع ما قال تعالى حكاية عنهم في صورة الفرقان وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة ليه ما ينزلش القرآن الكريم عليه كل جملة واحدة لأنهم يرونه ينزل منجما موزعا فرد الله تعالى عليهم مبين الحكمة من إنزاله مفرقا موزعا قال كذلك لنثبت به فؤادك لنثبت يبقى نزل موزع لتثبيت الفؤاد وذلك من عوامل التثبيت للمسلم عند الشرائط قراءة القرآن الكريم أيضا الله تعالى ذكر في آل عمران آية جمعت بين النوعين من أنواع النزل للقرآن النزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ده النوع الأولاني جملة واحدة والنوع الثاني الموزع والمفرق على مدار 22 سنة ونصف أشارت إلى ذلك آية في صورة آل عمران قوله تعالى ألف لا ميم الله لا إله إله وحير القيوم نزل عليك الكتاب بالحق لم يقل نزل إنما نزل التضعيف يدل على التكرار والعلماء يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لو قال نزل يبقى مرة واحدة لكن نزل نزل فالتضعيف والتكرار في الحرب والتكرار في الحرف يدل على تكرار الحركة اقرأ قوله تعالى مثلا إذا زلزلت الأرض زلزلت العلماء يقولون تكرار الحرف يدل على تكرار الحركة فكذلك التضعيف يدل على تكرار فلما قال نزل عليك الكتاب دل على النزل الثاني اللي هو نزل موزع ومفرق وفق الحوادث والمناسبات نزل عليك الكتاب الحق مصدق مما بين هديه وأنزل التوراة والإنجيلة مقبله هذا الناس وأنزل الفرقان هذه النوع وأنزل الفرقان أنزل هنا مرة واحدة اللي هو النزل الأولان يبقى هذه الآية أول كلمة فيها نزل دلت على النزل الموزع وبعدين قالوا تعالى وأنزل دل على النزل جملة واحدة وهكذا الخصيصة الحادية الحادية تعشرة من خصائص شهر من خصائص رمضان سيام رمضان شهر رمضان عفوا التلاوة والمدارسة والتعلم والتعليم خصيصة فكما أن شهر كما أن شهر رمضان مختص بنزول القرآن الكريم فهو مختص كذلك بالقرآن التلاوة ومدارسة وتعلما وتعليما بدليل الآية شهر رمضان الذي أنزلنا في القرآن وبدليل الحديث الصحيح في الحديث الصحيح عند البخاري كان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة يعارضني يعرض عليه زمان كنا في الكتاب يعني في خمسينات القرن الماضي نذهب إلى المكتب يعني ربنا يجعل كل والدين يعني دفع بأولادهما إلى الكتتيب أو إلى مركز تحفظ القرن الكريم يا رب يجعلهم في فردوس الأعلى وحلهم وألبسهم تاقى الوقار والكرامة رب العالمين يذهب بنا إلى الكتاب فتاخد مثلا خمس آيات ستة آيات بينك وبين نفسك وتبدأ تتهجاها تتهجاها تلاعي الضبط بالشكل المكسور مكسور المضموم مضموم المكزوم مكزوم وهكذا أيوة بينك وبين نفسك وبعدين تعرض بقى على على الفئة الفئة أو المحفظ أو المحفظ أو الشيخ في المكتب في قرى مصر في الكتتيب يسمى الفئة اللي هو المحفظ يعني يعرض عليه ليرى هل لطقك صحيح ولا لا بحيث لما تحفظ تحفظ جيدا لا يكون فيه أخطاء لأنه لو حدث خطأ في أثناء الحفظ سيظل هذا الخطأ معك قد العرض فكان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان في كل سنة في رمضان يعرض على القرآن يقرأ أمامه وهو يقرأ بعد منه وبعدين سيدنا محمد يقرأ وسيدنا جبريل يستمع وهكذا بحيث يتأكد ولو كان يجوز القراءة من المصحف موشرة كان ربنا أنزل القرآن ولو ينزل معه جبريل لا أنزل الله تعالى القرآن مع جبريل وكلف جبريل أنه يقرأ أمام الرسول ليتعلم القراءة فذلك كان الرسول يعقل بأنه بعد ما يسمع جملة قرآنية من جبريل عليه السلام يعقل بأنه يقرأها خشت أن تتفلت منه فطمأنه الله عز وجل فقال له كما في طاها والقيامة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يقضى يفرغ وقراءة أخرى من قبل أن نقضي إليك وحيه قراءة سبيعة متوترة والقضاء الفراغ والقاضي يسمى قاضي لأنه يفرغ من النظر في القضية ويسبر غوراه تماما ثم يصدر حكمه بإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم ورجع الظالم وهكذا من قبل أن يقضى إليك وحيه وفي القيامة يقول له لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه جمعه يعني إطمئن فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه وبعد ذلك سورة العنكبوت تدل على أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه هذه المنة على رسوله أنعم بها على أتباعه فقال تعالى في العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الخصيصة الأولى بعد العشر الأولى من خصائص شهر رمضان أنه شهر التلاوة شهر القرآن وتعليمه وذلك كان الصحاء كان بعض صلف يختم في قيام رمضان طبعاً آخر سنة آخر سنة توفي الرسول قرأ هو وجبه القرآن مع بعضهم مرتين مرتين وذلك الإحناف يرون أن المسلم ينبغي في كل شهر رمضان من كل عام يختم قرآنه أقل شيء مرتين استناناً بها هذه السنة اللي توفي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن استطاع أن يفعل أكثر من ذلك لا بأس لا بأس لأنه زمن فضيل ففي الأزمنة الفاضلة والأمكان الفاضلة يشرع الأكثر من التلاوة كان الصحابة رضي الله عنه ما تنفسون في ذلك سيدنا عثمان كان يختم القرآن كل يوم مرة كل يوم مرة وكان بعض صلف يختم في قيام رمضان كل ثلاث ليالي وبعضهم في كل سبع وبعضهم في كل عشر فكانوا يقرأون القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة الإمم الشافعي في رمضان كان يختم ستين ختمة ستين ختمة ختمة بالنهار وختمة بالليل يقرؤها في غير الصلاة وكان قتادة يختم في كل أسبوع وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخل في كل ليلة والإمام الزهري ابن شاب الزهري أول من جمع الحديث في عاصرنا عمر بن عبدالعزيز كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالس العلم ويقبل عيث القرآن فقط من المصحف وكان سفيان الثوري أبو محمد من التابعين رضي الله عنه إذا دخل رمضان ترك جميع أنواع العبادة وأقبل علاقات القرآن وابن رقب الحنبلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد من شرح حصائي البخاري في كتاب القيم فتح الباري أحد من شرح حصائي البخاري غير ابن حجر وبنفس الاسم فتح الباري شرح حصائي البخاري وله كتاب بعنوان جامع العلوم والحكم شرح فيه الأربعين النووية للإمام النووي يقول ابن رقب رحمه الله تعالى إنما ورد النهي عن قراءة القرآن الكلم في أقل من ثلاث أيام من ثلاث أيام على المدومة على ذلك لكن الأوقات الفاضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة والمدينة وغيرها فيشرع الإكثار فيها من التلاوة اغتناما لفضيلة الزمان والمكان خلي بالحضراتكم لأن في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يقول فيه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث أي هذا إذا كان على الدوام وكان في غير الأمكان الفاضلة وكان في غير الأزمان الفاضلة أما في الأمكان الفاضلة والأزمان الفاضلة يشرع الإكثار مطلوب العدد ولذلك الرسول في رمضان الأخير ختم القرآن الكريم مرتين الذي يحرص على هذا يعني يتمتع بالخيرية والأفضلية والرفعة خيرية خيركم من تعلم تعلم لم يقل علمة إنما تعلم تعلم القرآن وعلمه وبعدين الحديث الآخر إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وفي الحديث الصحيح عن عامر ابن واثلة لقي نافع ابن عبد الحارث عمر نافع ابن عبد الحارث عمر بعسفان عسفان ديما كان في مكة وكان عمر استعمله على مكة استعمله على مكة يعني عامله عليها المحافظ يعني مثلا أو المدير ويصلي بالناس فلما لقيه بعسفان مش في مكة فقال عمر من استعملت على أهل الوادي انت الوالي انت المحافظ استخلفت مين قالوا استخلفت عليها ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال رجل من موالينا من خدمة من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولا قال نافع إنه قارئ لكتاب الله عز وجل عالم بالفرائض العبر مش بنسبك ولا حسبك العبر بما أنت عليه من تقوى وعلم من الله سبحانه وتعالى إنه قارئ لكتاب الله عز وجل عالم بالفرائض قاض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وفي الحل الصحيح عن أنس رد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت يعني أنا الآن أتذكر عن ريفي والفقر بتاعي اللي حفظني الشيخ حمد رحمد عليه رحمة الله ربنا نجعله في الله وسأله كل ما أقرأ آية من القرآن الكريم كل ما يكتب له ثوابها ولذلك الإخوة المحفظين والأخوات المحفظات كل أخ عنده المهارضية عند القرآن يحفظها لأنه يعلم غيره كل ما تقرأ الآية اللي انت علمتها لمن علمته كل ما يزدد رصيدك ويزدد ثوابك عنه سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه بوجهك الكريم بوجهك الكريم لا تقبض أرواحنا إلا وقرآنك قد جمعته في صدرنا حتى نقرأه بين يديك فنرقى لا نقرأه فنذل ونشقى هذا وإذا المحاضرة الخامسة بعد العشر الأولى أستكمل فيها باقي خصائص شهر رمضان فإلى ذلكم ونتقى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته